ليه جويز البطولة لأنه برضو ده أمر مهم توج السنغالي صادي ومعني لعب منتخب السنغال بجائزة أفضل لعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية وحصد أدوارد ماندي حارس مرمى السنغال أفضل حارس مرمى في البطولة يا كريم ما هو تقيل بصراحة هو يعني لا هو تقيل جدا وحارس مرموك لأنه هو الأتقل في العالم وبيلعب في تشالسي يعني حاجة محترمة جدا بصراحة برضو الحقيق قال الكاميروني أبو بكر فينسان برضو يعني أحرص جائزة هداف البطولة برسيط هنا ثمن أهداف فمبروك مبروك لفائزين أكيد إحنا بنتمنى كل الخير ولكن أكيد كان نفسي أنا يعني لأن أنت بتشوف برضو عندك أنا كان نفسي محمد صلاح اللي يحصل عليها وأعتقد كل المصريين والعرب ممكن بس ما فيش مشكلة يعني برضو ما فيش مشكلة لسه قدامنا فرص كتيرة وقدامنا بطولات كتيرة ما فيش أي مشكلة اللي جاي إن شاء الله أحسن على فكرة ساديو ماني نفسه كان في تصريح لي يعني بيقول لنفس المضمون اللي أنت بتقولي ده فرسالة بيتوجه بيها لصلاحه بيقول له يعني مع معنى ستظل اللعب كبير ومحترم وأنا أقدر لك مجهوداتك في أرضية الملعب وأراك شخص جدير بالاحترام للأخير وقال له كمان دي برضو الحاجة الحلوة هو حاسس وعارف كويس قوي لأنه هو زي خلي بالك هما الاثنين بيفرقوا وعايزين ياخدوا بطولات مع منتخباتهم لأنه ده ما حصلش مع الاثنين فدي تقريبا أول بطولة أمم أفريقيا يحصل عليها بطبيعة الحال ساديو ماني لأنه دي البطولة الأولى للسنغال عموما منذ تاريخ إنشاء البطولة وطبعا محمد صراح في المقابل بس هو يعني ساديو ماني قال له يعني لسه عندك فرص جاية متلحقة إن انت تتحقق الهدف ده وإن شاء الله يعني يحصل ده طيب نروح